وصلنا للجلس الأخير بنتكلم على الوصفات الصحية مين لي وجبات فطور وبعدين في وجبات ثانية الوجبات الثانية يعني نقدر نستخدمها فطور غذا سهلة أول حاجة البيض البيض يعني فيه بروتين فعشان كذا بناخد بيضة اثنين بيض بيض نحط معاها يعني أنا حاصبتهم هنا برقرام عشان نصير دقيقين نقدر نحسبهم بالميزان أو الخضار ما تفرق مرة في الوزن تماما بس يعني نقدر نوزنهم بالميزان الأكل هذا وفيه خبز لوزين هذا لوزين الأسمر فيه 150 كالوري يمكن وفيه البخاخ زيت الزيتون وبعدين أنا حاصبت السعرات الحرارية 260 كالوري 21 جرام بروتين 25 جرام كاربز إذا أحنا دقيقين جدا في حساب الماكروز بس يعني تحطي تحطي بأشياء فطر على النار وبعدين نشوحه مع البخاخ الزيت وبعدين نحطه على البيب نسوي ساندويتش سهل الخيار الثاني فيه التونة اللي يحب التونة ريو ماري اللي تكون بالماء ما نحط معها زيت لأننا قلنا زيت فيه سعرات حرارية عالية فأفضل ناخذ ريو ماري أو فيه بندة ماركت بندة ناخد نصف علبة وخبز لوزين الأسمر هذه شريحتين فالسعرات الحرارية 239 جرام بروتين 6 جرام كاربز و7 فيه الافطار رقم ثلاثة بيض مخفوق عادي نحط بيضة و2 بيض بيض دايما عشان الصفار البيض أصلا فيه دهون أكثر فهنا نركز على البيض لأنه فيه بروتين أصلا نحطها مع نخفقها مع زبادي يوناني خالد دسم ندى فيه نقدر حطرات 2 جرام نوزنهم وخبز لوزين نفس الشي دايما خبز لوزين السعرات فيه 256 بعدين 22 تقريبا جرام بروتين فيه كاربز وكمية الدهون فيه هذي سهلة مختلفة شوية الوصفة نحط بيضة وبيض بيضتين نحطهم في الخلاط ونحط ملعقتين طعام شوفان كويكر اللي هو هذي شوفان الكويكر اللي حق الشوربة يعني ونحط موزة نقطعها و سكوب بروتين أو بدون حتى مضروري ونحط ملعقتين وبيكينج باودر فيه بنات باتر باودر اللي زبدة الفول السوداني بس اللي يكون باودر وبس نحطها في مكينة الوافل ونسوي عادي نخلطهم بس في الخلاط أو نسوي فيها بانككيكس عادي يعني فيها أربعمية وثلاثة وثمانين كالوري فيه تمانية واربعين جرام بروتين بروتين لأنه فيها السكوب حققت البروتين فيها ثلاثين جرام بس فيه نسوي نقدر فول مدمس بس يعني سهلا نحط الفول مع الطماط مع هذه الأشياء ونحطهم في الخلاط يصير عندنا سعرات الحرارية مائتين وواحد وثمانين الماكروز ثلاثة بوينت سكستين بروتين يعني كلهم مكتوبين بالتفصيل الوجبات يعني وعندنا مثلا نقدر نسوي شاكشوكة نحط معها طمام ما الطماط يعني بس كلهم مكتوبين بالتفصيل وكان فيهم بروتين والماكروز ونقدر نحن نغير في الوصفات حسب ما نحب ونستخدم اللي قلنا عليها في التليفون بحيث أن نحسب كمياتنا وإحتياجنا يعني يختلف نزيد شوية نقلل شوية في الكميات حسب اللي نحتاجها في عندنا البرج أو شوفان في شوفان هنا الخشن نقدر نحطه في ماي ما غلي ونتركه أربع ساعات لين ماي خلاص ويتشرب الموية بعدين يصير يضاعف حجمه ويصير مرة طاري بعدين نحط له حليب خالد دسا ونتركه شوية وبننضيف للبهارات ونحط عليه نسوي يعني نسوي سويت أو سيفوري نقدر أيضا نحط عليه عسل وموز مثلا ونحط عليه ملح وفلفل حسب ما نحب يعني في عندنا البروستات دجاج لذيذ نسمي دجاج الحب في صدور دجاج نحط نبهرهم ونحط عليهم بعدين كذا شرائح دجاج نحطهم عليهم كويكر ربع كوب ونغمسهم في بيض بعدين نحطهم في الفرن بس بالبهارات اللي نحبها وهذه في سمك سلمون عادي بس سلمون مع رز سهلة جدا في كبسة الدجاج بس نفس الكبسة الحقيقية بس ما نحط فيها زيت يعني نحاول نسويها هذا والمينلي في الفاهيتة سهلة كلهم صدور دجاج بس نحط عليهم خضار مختلفة مكتوبين بالديتياز هنا وهذه نهاية الدورة أتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتم منها وتمنى لكم رحلة جميلة وإن شاء الله توصل الوزن اللي تبغوا وتحققوا كل أهدافكم الغذائية والرياضية اللي تسعدكم يعطيكم العافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة